يمكن خلال حديث كمان سيدة الرئيس أمس تحدث عن بنامج الإصلاح الاقتصادي وتحدث أيضا عن الأزمتين اللي تعرض لهم العالم أجمع وأنه برغم أزمة كورونا على سبيل المثال كان عندنا معدل نمو كان هايل جدا وكان حتى يمكن فاق التوقعات الدولية حتى بالنسبة لمصر كان حوالي 5.6% وكان المفروض أنه بعد المرحلة الأولى من بنامج الإصلاح الاقتصادي كانت المرحلة بعدها هي المرحلة أنه المواطن يشعر بالأثار الإيجابية لهذا البرنامج لكن جت الأزمة الروسية الأوكرانية فكرة أنه يعني خلينا نقول هذه المراحل أو المرحلتين دول تحديدا وكل ما تم من جهود للدولة المصرية في التخفيف عن كهل المواطنين شايف حضرتك يعني لو ما كانش ده حصل أو ما كانش الدولة المصرية اتخذت هذه الإجراءات لاستباقية كان الوضع يبقى شكله عامل إزاي؟ يعني الجملة حاجة بتقوليها أنا استخدمتها من قرابة سنة ونص كده كنا في تحليل الوضع الاقتصادي ما بعد أزمة روسيا وأوكرانيا نتحدث عن أن 25% من سلة الغذاء العالمي توقفت سلاسل إمداد توقفت غاز توقف مصانع توقفت فكنت بسأل نفسي سؤال بسيط قوي ماذا لو لو إحنا ما كناش عملنا محطة بنبان لو كنا ما كناش عملنا البنية التحتية لو ما كناش عملنا الطرق نمرة واحد كانت توقفت تكلفتها كامل نهاردة صحيح نمرة اتنين كنا ناخد وقت قديه إحنا مجرد أزمة بسيطة جدا حصلت في الكهرباء الدنيا تبهدلت خالص على أزمة بسيطة كم يوم يعني مش حاجة كبيرة ماذا لو ما كانش عندنا محطة زي بنبان ما كانش عندي بنية تحتية ما كانش عندي تشجيع الاستثمار كنا هنجزب استثمارات إزاي فكان عندي سؤالين مهمين جدا لو ما كناش ابتدينا من عشر سنين النقطة التانية التكلفة التكلفة اللي كنا هنتحملها كانت عطوب أربع أضعاف التكلفة البنية التحتية اللي اتعاملت داي عشان تجزب استثمار اتعاملت من بداية من تسع سنوات من أول التسعة سنوات. إصلاح الاقتصادي الحقيقة بتتكلم عليه مش من النهاردة. لأنه ما ينفعش أنه أنا أقول أنا بقى عمل إصلاح اقتصادي من النهاردة. من 2016 ببتدى إصلاح اقتصادي على الجانب السياسات النقدية من تحرير سعر صرف وفوايد. وسنة عشرين بدأنا إصلاحات هيكلية على جانب العرض. عشان نبتدي نشوف زيادة إنتاج. وإنتاج لإيه؟. إحنا بنتكلم عن الصناعات اللي يحصل فيها قيمة مضافة. يعني اللي هي بنسميها سلاسل القيمة المضافة. يعني صناعات بتإفكت معدلات نمو عالية. النقطة التانية بتعمل تشغيل للعمالة. بتعمل إحلال للواردات. وبتعمل تصدير. مجموعة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية لو لم تكن تؤخذ ما كانش ينفع تغديها بعد الأزمة. لأن بعد الأزمة حدث أن مصانع في ألمانيا بالكامل المصانع توقفت. الغاز لما تقطع عنهم المصانع توقفت. الفيضان اللي حصل في نهر الراين وأدى إلى انخفات خمسة سنتي بس ما بقيتش السفن قادرة تنقل. يعني هما لما الغاز الروسي توقف من الأنابيب يبقى فيه ناخلات جي الفيضان ووقف الناخلات دي. فالتصنيع نفسه قل في العالم كله. وبالتالي أصر علينا كمنتجات ومستلزمات إنتاج. يبقى عندي 25% من سلط غزاء توقفت مستلزمات إنتاج. توقفت طاقة وقفت مصانع في المنتج. ما يحصل عندي زيادة في الأسعار النهاردة لما نجي نقارن مع الدول المتقدمة دول عظمى جي 20 حصل عندها تدخم من 10-15%. فأعتقد أن كلام حضرتك يعني بيمس الصلب بتاع الحقيقة. لولا أن إحنا بدأنا كنا نتعرض لحاجتين. أن إحنا هناخد وقت طويل قوي عشان نعمل في الظل توقف مستلزمات الإنتاج. والنقطة التانية التكلفة على الأكل. على الأقل هتكون 3 أضعاف.